الإنسان بقى اللي بيستعين بالله سبحانه وتعالى يحس بالاستعانة بالله في إيه؟ يحس بالاستعانة في الله بأن يحس بأن كل خطوة إيه اللي حاصل؟ الله سبحانه وتعالى يفتح له باب القرب وباب الرضا فيستمر الإنسان اللي بيستعين بالله يحس بأن أي شيء لو كان صعبا عليه فهو في ملك الله فيستمر فيفضل طول الوقت ما يقفش ما يقفش خالص لأنه مع الله سبحانه وتعالى وبالله ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولذلك إيه اللي حصل هتلاقي بقى أن أكثر الناس اللي بيستمروا هم أهل اللي استعانى بالله سبحانه وتعالى ولذلك المستعين بالله يستمر في التعلم ويستمر في المواصلة يبقى بقى الجزء الأخير بتاع بقى إيه طيب الخاطر والسكينة وراحت البال إنه إيه بأول ضلع كان إيه الحرص على ما ينفعوني فبعد ما أحرص على ما ينفعوني أستمر أستمر في إيه استمر في إيه في الإقبال على الله واستمر في ما ينفعوني وأنا عندي ماذا إيه اللي يخليني قادر أستمر يقول لك من الإحسان أن تصل إلى القمة ولكن من الصعوبة أن تستمر على القمة السيد أنا مش عايز القمة أنا عايز أستمر في النفع قد لا تكون المسألة مسألة القمة لكن المسألة مسألة الإيه مسألة النفع إن أنا أستعين بالله وأستمر في النفع يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة بقى طب خلاص ما هو ممكن يحصل لي إخفاق وما له إيه وعلى ما يحصل لك إخفاق تخف لكن تستمر طب يقول له طب أنا أستمر إزاي إذا أخفقت قال له لا تقول لو كان كذا لكان كذا ما تقولش كده ما تقولش كده ما تقولش كده ليه سلم سلم بأنك إذا كنت حريصا واستعنت فأن ما يجريه الله عليك فماذا فعاذا فتح لك ورفع في قدرك ولذلك قال له ماذا لا تقول لو كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء أفعل وتقدير الله خير لي عما أفعل فإن اللي حاصل فهذا التسليم والاستمرار يجعلك تتنور ويجعل حالك يهدأ ويجعلك تستمر في نعمة الله طب نعمل إيه بقى عشان نكون من أهل هذا المسلس البديع في راحة البال والطمأنينة وطيب القلوب وكمان استثمار نعمة المحبوب سبحانه وتعالى